مشاهدينا الساعة دلوقتي التسعة معدنا مع موجز الأهم الأمماء معلمية اتفضل يا لم شكرا لكي منا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أعرب عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشغيقين والتي تنعكس على تنصيق الوطيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية لا سيما في هذه المرحلة والتي تتزايد فيها التحديات دوليا وإقليميا اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعيدة خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية كما تم استعرض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث توافق الزعماني على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة تنطلق اليوم أحداث الأسبوع رفع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجماعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وكان وزير الخارجية كالترأسة الاجتماع الوزرية التشوري العربي على همشي أعمال الجماعية العامة وذلك لتنصيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة شهد الاجتماع إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد الوزراء العرب ضرورة تنصيق المواقف العربية إذا نمط التصويت على مختلف القرارات وعلى رأسها قرارات فلسطين لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالعاصمة الخرطومة وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني أن قوات الجيش أجبرت الدعم السريع على التراجع بعد أن كبدته خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات وأضف المتحدث أن قوات الدعم السريع تقوم بشكل متعمد بقطع المياه والكهرباء في أحياء بأم درمان وذلك لإكبارهم على النزوح عن منازلهم تمهيدا لنهبيها أو لسلاء عليها أو استخدامها للأغراض الحربية قالت السلطات الأوكرانية أن طائرة مسيرة شنت هجوما على مدينة لفيفي غرب البلاد ما أصفر عن اندلاع حريق في منشأة صناعية هذا وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية دمرت 27 مسيرة من أطل ثلاثين شركت في الهجوم كما تم تدمير صاروخ باليستي من طراب إكساندر استهدف وسط البلاد وعلى جبهة بخموت أعلنت أوكرانيا أنها اخترقت قط الدفاع الروسي باستعادة قريتين بالقرب من المدينة وأوضح قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أليكساندر سيريسكي أن ثلاثة ألوية تابعة للجيش الروسي دمرت وفقدت قدرتها على القتال بالكامل في المعارك بالقرب من بخموت في الوقت نفسه أقر قائد القوات البرية أن الوضع العام في المنطقة الشرقية مازال معقدا وأن القتال العنيف مستمر بالقرب من بخموت أصدرت الحكومة الإيطالية تدابير جديدة للحد من تضفق المهاجرين من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين وبحسب مصادر بالحكومة الإيطالية فإن هذه التدابير ستعفي السلطات الإيطالية من التزاميها قانونيا بأعدة الأجانب القضاعين لقرار ترحيل إلى الحدود إذا لم تكتمل إجراءات الطرد خلال المهلة الزمنية المحددة حاليا ب135 يوما وخلال الأيام الماضية توافد على جزيرة لامبوديسا الإيطالية نحو 8500 مهاجر فشلت المفاوضات بين نقابة عمال السيارات وثلاث شركات بمدينة داتريات الأمريكية مع استمرار إضراب العمال بسبب تدني الأجور لليوم الرابع وأجرى ممثل النقابة مفاوضات مع الشركات مطلع هذا الأسبوع في محاولة لإنهاء أحد أكبر الإضرابات العملية في الولايات المتحدة منذ عقود دون التواصل إلى اتفاق وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها النقابة إضرابا ضد شركات صناعة السيارات الثلاث في وقت واحد رياضيا في الجولة الأولى من الدور الممتاز يلتقي الأهل اليوم مع المصر البورسعيدي كما يحل الإسماعيلية ضيفا على زاد أفسي وفي الجولة الأولى أيضا أمس فاز طلاق على الجيش على ضيفه البنك الأهلي بهدفين دون رد وذلك على أستاذ جهاز الرياضة العسكرية هدف أصحاب الأرض حمل توقيع كل من يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا ليحصد طلاق على الجيش أول ثلاث نقاط له في الدوري بينما بقي البنك الأهلي بلا رصيد من النقاط مشاهدين انتهى موجز التساع نعود لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل